توقعات برج الميزان يوم الاثنين السادس من نوفمبر الفين وثلاث وعشرين أنت على معد مع سعادة تريث فالأمور المهنية لا تأخذ بالقوة والأمل يلوح فالأفق من بعيد وسوف تحمل لك الأقدار الكثيرة من السعادة برج الميزان ماليا برج الميزان اليوم ماليا من المهم أن تحقق توازن قد تعرض عليك هذا اليوم بعض القرارات المالية التي تتطلب دراسة تذكر أن تزن خياراتك وتجنب الإنفاق المندفع خذ وقتك في تقييم وضعك المالي واتخاذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى برج الميزان اليوم عاطفية شريك حياتك يحتاج لمزيد من الاهتمام وهذا يشعرك بالضغط هو الآن يحاول أن يصل معك إلى حلة ولكن خوفك من التقرب بشكل أكبر يسبب فجوة بينكم حاول أن تعرف ماذا تريد دون خوف برج الميزان حظك اليوم صحيا فهذا الوقت أنت تحتاج إلى أن تراع صحتك ولا تجعل حياتك منحصرة في العمل حتى لا تتأثر حالتك النفسية في المستقبل وإذا كنت تريد أن تفقد مزيدا من الوزن فهذه الفترة غير مناسبة على الأطلاق برج الميزان هناك الكثير من العلاقات داخل حياتك من الأصدقاء المقربين الذين يحتاجون دائما لمساعدتك فالتغلب على الأمور وعلى الرغم من انشغالك فالعمل هذا لا يؤثر على علاقتك معهم بل لأنك تجد فرصة من أجل التواصل معهم يشكل كوكب الزهرة ترينا لبلوتو هذا الصباح ويمكننا أن نشعر بالعاطفة الممتعة والتركيز على شخص أو موقف أو اتصال أو مشروع إن الحاجة إلى مشاركة الحياة أو الاستمتاع بها على مستويات أكثر عمق وهي حاجة قوية يساعدنا هذا التأثير على التواصل مع أكثر ما نحبه وناتزبه قد نقوم بتضييق نطاق تركيزنا لصالحنا تحت هذا التأثير نسعى لتنمية أو تحسين أو تطوير مرفقاتنا وأدراكنا لقيمة الصبر فإننا نصبح أكثر استراتيجية ومن المراجح أن نكتسب رؤية جديدة في العلاقات التجارية والشخصية كما أن ثلاثية عطارت ونبتون الموجودة اليوم تشجعنا على الاستفادة من مخيلتنا مع هذا العبور نصبح أكثر سهولة في الاستجابة الاحتسنى والاستجابة له قد نشعر بسهولة بأفكار الآخرين ومشاعرهم ويمكن أن تكون كلمتنا وتأملاتنا وأفكارنا أكثر إبداعا ومنونة أو دقة أو إبداعا نحن نختبر إحساسا بالمعرفة والفهم مع الحد الأدنى من الشرح أو التعليمات وفي حين أننا قد لا نكون مباشرين أو محددين تحت هذا التأثير إلا أننا نرى الطريق للتغلب على العقبات يفضل هذا العبور التصوير الفوتوغرافي والفنون والشعر والخيال وروحانية والإعلان والترويد يكون القمر خاليا من الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة صباحا صباحا مع الجانب الأخير للقمر قبل تغيير العلامات مربعا إلى عطارد حتى يدخل القمر إلى برج العذراء الساعة الثانية وتسع وثلاثين دقيقة صباحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر